هل هذه لها أسباب؟ نعم لها أسباب ولها دوافع تعالوا معي لنعيش مع القرآن معيشة المتدبر المتأمل لآية ذكر الحكيم لنقف مع هذه الأسباب سببا سببا نقف مع هذه الأسباب وندرس سببا سببا السبب الأول من أسباب الخسران هو الإيمان بالوهم مش عايز أقول الكفر بالله خلاني أقول الإيمان بالوهم الإنسان يؤمن بأوهام يؤمن بأشياء ويقفر بالحقيقة يقفر بالله يقفر بالدين يقفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالباطل يؤمن بأوهام يؤمن بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع هذا الإنسان في الحقيقة يقسر لماذا؟ لأنه اتبع أمورا غير حقيقية اتبع أوهام اتبع ظن يعني لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله دي آية هي والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون فهذا هو الإنسان الخاسر يؤمن بالباطل ويكفر بالله هذا إنسان الخاسر خاسر لأنه أمن بأوهام أمن بأشياء غير حقيقية لذلك القرآن الكريم يقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولذلك أحباب الكرام الإنسان الخاسر يحرم لذة الإيمان هو خسر دينه وخسر آخرته وخسر نفسه وخسر أخرى هذا الإنسان يحرم لذة الإيمان شوف الآية الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فالإنسان اللي آمن بالباطل وكفر بالله يعني نسأل الله سلامة والعفو والعفية هذا الإنسان اللي آمن بالباطل أو آمن بأوهام هل هذا بالله عليكم يا أحباب الكرام يعني يمكن أن يفتح له من مفاتيح السماوات والأرض أو يفتح له من شيء من المقاليد الموجودة عند الله مستحيل محال رب يسحى تقول له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بالله أولئك هم الخاسرون قضايا منتهية لذلك الإنسان اللي يؤمن بالباطل والإنسان الذي يكفر بالله مستحيل أن يؤمن بالقرآن وبالتالي لن يعمل بالقرآن لن يقرأ القرآن لن يعيش في كنف القرآن ولن يعيش في رعاب القرآن فبالتالي يخسر نفسه ويخسر حياته ويخسر سعادته القرآن قال كده قال إيه سبحان الله العظيم القرآن يقول الذين آتيناهم الكتابة يكلونه حق تلوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون إذن يا أحباب الكرام بسبب من أسباب الخسران والعزو بالله الإيمان بالباطل والكفر بالله هذه قضية متهمة من أسباب يعني عشان ناخد بالنبأ حتى لا نقع في هذه الأمور واحد يؤمن بفلسفات وضعية بمذاهب أرضية ويترك دين الله سبحانه وتعالى ويترك الحقائق الكبرى هو اللي هيخسر طب في أسباب تانية في أسباب تانية منها مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى والبعد عنها الله سبحانه وتعالى له أوامر والله عز وجل له نواهي وزواجه وخذ في علمك أنه ما من أمر من الله إلا وفيه خير وما من ناهي أو زجر من الله سبحانه وتعالى إلا والناهي هذا الأمر فيه شر ومن ثم نهان الله عنها فالأمم والبشر والقرى والمدن والمجتمعات والدول التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى هي أمم خاسرة هي دول ضائعة هي مجتمعات تائهة والعزو بالله ونحن حينما يعني نستحضر حركة التاريخ من لدن آدم إلى وقتنا هذا ونجد القرآن الكريم علق على بعض القرى وبعض المدن وبينا أنهم حينما تركوا أوامر الله وخالفوا منهج الله سبحانه وتعالى كانت العاقبة الخسران والعياذ بالله نقرأ ده على سبيل المثال آية هي قول الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله عاتت أي فحاسبناها حسابا شديدة وعذبناها عذابا نكرة فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرى اللهم سلم سلم يا رب وكان عاقبة أمرها خسرى ده اللي أقول لحضراتكم مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى تقول بالعبد إلى الخسرى تصل يعني السواء المخالفة ما فيه مخالفة فردية وفيه مخالفة مجتمعية وفيه مخالفة يعني مخالفات كثيرة هذه المخالفة آيا كان نوعها عاقبتها الخسران طالما خلفنا أمر الله سبحانه وتعالى هذا سبب من أسباب الخسران ذكره القرآن نتلاشبأ ناخد بالنا يا ترى أنا وأنت ومن حولنا المجتمع البلد الدنيا كلها المجتمع العربي والمسلم هل نحن نخالف أوامر الله سبحانه وتعالى في العبادات نخالف أوامر الله في العقائد نخالف أوامر الله في المعاملات نخالف أوامر الله في السلوك والأخلاق وما إلى ذلك في مخالفة نخشى النص إلى الخسران والعزو بالله اللهم سلم سلم كون وأمين في أسباب أخرى نعم أسباب أخرى من ضمن أسباب الخسران مخالفة الرسل ومنهج الأنبياء الرسل أي الرسل يعني سبحان الله العظيم حينما ننظر إلى الكرآن الكريم وحديث الكرآن عن الرسل والقرآن الكريم يضرب لنا أمثلة ونماذج لمن خالفوا يعني أنبياءهم ورسلهم فكانت العاقبة الخسار والعزب الله قوم شعيب مثلا قالوا لئن اتبعتهم شعيبا إنكم إذن لخاسرون هم قلوا ذلك لو أنهم اتبعوا نبيهم شعيبا يرون أن اتباع النبي فيه الخسران زمال بعض الآن يقول لك يا أخي احنا نتبع سيدنا محمد دبالو 1400 سنة الدنيا تورت شوفوا القرآن الكريم سبحان الله العظيم يعني يسجل هذا الأمر لأن القرآن يعلم أن الناس سيقومون بإحياء هذه الفكرة الباطلة لئن اتبعتوا شعيبا إنكم إذن لخاسرون تمر الأيام ويأتي التعقيب النهائي من القرآن الكريم على قوم شعيب الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين شفت حضرتك هم الذين خاسروا أنفسهم خاسروا أهلهم خاسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم يعني هم ظنوا أن اتباع الرسل فيه الخسار فكانت المخالفة هي الخسار يبقى القرآن يضرب لنا أمثلة حتى لا نخالف رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا نوح ماذا قال عن قومه وقال نوح الرب إنهم عصوني قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده مالوه وولده إلا خسارة هي دي المشكلة إن إحنا نجري وراء السراب نتعلق بحبال ضعيفة واهية لا يمكن أن تشدنا أبدا إلى طريق النجاة محال أحباب الكرام إذن مخالفة لذلك القرآن كم يقول ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستزئون إلا أن قالت الآيات الكريمة دفصلة الأنعم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون إذن مخالفة الرسل مخالفة الأنبياء عدم طاعة الأنبياء وعلى رأسهم طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول بالعبد إلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة لنحظر إيه تاني قال لك التجذيب باليوم الآخر هو العجيب أننا في كل عصر وفي كل زمان يعني مجموعة كده تطلع تظن في نفسها أنها يعني من أهل الفكر ومن أهل الفهم ومن أهل التنوير وفي كل فترة من الفترات يقومون بتجذيب الحساب ونفي الحساب وعذاب الكبر والجنة والنار والدار الآخرة ويعني ويحكمون عقولهم ده إن كان بيشغلوا عقولهم يعني عقولهم يعني ويكذبون الدار الآخرة ووجود الآخرة ووجود يوم القيامة أنا مش عارف أهو ده يخسر ده إنسان خسر عشان بس عشان يا جماعة نحذر ما نندركش وراء هؤلاء القرآن الكريم يقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون يعني آيات كثيرة آيات كثيرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ما هي المشكلة في التجذيب بلقاء الله هي إيه المشكلة المشكلة أن يترتب على التجذيب بلقاء الله والتجذيب بوجود يوم اسمه يوم القيامة يترتب على ذلك إن الإنسان يرتع في الدنيا يعيش كما تعيش البهائم لا يرتبط لا بدين ولا بأخلاق ولا بسلوك ولا بعقائد ولا حتى عادت ولا تقاليد فينفلت هنا وهناك وهناك ولا يجبح كباح ولا يعزو بالله ولذلك الكرآن الكريم شوف التعليق قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حصراتنا على ما فرطنا فيها ما فرطنا فيها ما هو التفرط جمنين بسبب أنهم ما آمنوا باليوم الآخر ما آمنوا بوجود حساب ووجود بعث ووجود نشور نحن نسأل الله سلامه إذن التكذيب بالدار الآخرة وبوجود يوم القيامة هذا أيضا يقول بالعبد ولعزو بالله إلى الخسران من الأمور التي تقول بالعبد إلى الخسران ولعزو بالله الالتهاء بالحياة الدنيا وزخار فيها وينشغل عن الدار الآخرة هو مؤمن بالله هو يعني هو لا يخالف أمر الله هو يطيع الله ورسوله لكن يعني أحيانا أو يعني يلتهي بالدنيا بس المشكلة أن هذه الأحيان أو هذا اللاو قد يصل به إلى الاستعاب في فترة من الفطرات أو الاحتواء فيمكن أن يموت في الله أو على الله والعزو بالله ما هو لذلك يا كرام ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول للنبي سلام وللآخرة تخير لك من الأولى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة تخير لك والآخرة تخير وأبقى فإن الإنسان يلتهي بالدنيا عن الآخرة هذا يضيعه ولذلك يا أحباب الكرام يعني سبحان الله العظيم يعني يوم القيامة حينما توضع الموازين الخاسرون هم الذين يعني كانت الدنيا تلهيهم يعني نقرأ آيات كثيرة عن يوم القيامة وعن خف الموازين مثلا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خاسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بالالتهاء بالدنيا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون خسروا أنفسهم في جهنم خالدون مرة في سورة الأعراف وأخرى في سورة المؤمنون يبقى إذن الإنسان يلتهي والعياذ بالله بالحياة الدنيا عن الآخرة هذا من الخسران لذلك قوان كريم يحذر المسلمين يحذرهم فيقول لهم مثلا على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الأموال والأولاد هذا زخار في الدنيا الأموال والأولاد زخار في الدنيا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ترجمة نانسي قنقر